السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة علامة استفهام لو اول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل فيديوهاتنا الجديدة كان في ناس طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن التحديثات والتغييرات الجديدة الخاصة باليوتيوب وجوجل ادسنس انا كنت عملت مقالة كده بتشرح فيها التحديثات بالزبط باختصار شديد التحديثات المراضي خاصة بالقنوات الموجهة للاطفال والمقصود بكلمة الموجهة للاطفال مش القنوات الاطفال بس او القناة الكرتون وقص الاطفال ونشيد والحاجات دي بس لا ده فيه القنوات التعليمية يعني فيه واحد شخص كبير بيقدم القناة دي بيقدم المحتوى ده ولكن المحتوى دوت موجه للطفل اللي هو الطفل بقى ايه اللي هو اقل من 13 سنة اه اليوتيوب كان بيعمل سياسة اسمها سياسة الكوكز او تتبع اه نشاط المستخدم من ضمن المستخدمين ده الاطفال وده طبعا القانون مانع تتبع نشاط الطفل على الانترنت سنة 98 كانوا عاملين قانون ومنعين اي شركة او موقع ان هو يتتبع نشاط الطفل او يرائب نشاط الطفل فطبعا جوجل واليوتيوب ما كانوش بيعملوا كده الطفل بيدخل مثلا بيكتب في السيرش اي حاجة فبيشوفوا اهتماماته وبناء عليه بيظهروا الاعلانات المناسبة للاهتماماته تمام مش الطفل بس كل الناس او كل المستخدمين بيحصل معهم كده ولكن الممنوع هو للطفل الاشخاص القصر الاقل من 13 سنة ممنوع تتبع نشاطهم على اليوتيوب وتم تغريب اليوتيوب من قبل منظمة التجارة الفيدرالية 170 مليون دولار وده رقم ضخم جدا هو مش ضخم على اليوتيوب اليوتيوب بيكسب مليارات ولكن ضخم بالنسبة للغرامات فاليوتيوب بقى عمل شوية اجراءات الاجراءات دي هي اللي هنتكلم عليها النهاردة ودي ممكن تكون يعني لحظة فارقة في صناع محتوى الطفل لانها هتأثر على الارباح بتاعتهم انا عارف بقى انت عايز تسأل تقول ايه هل قنوات الاطفال هتتقفل قنوات الاطفال مش هتتقفل تاني سؤال هل قنوات الاطفال هيتوقف عليها الربح لا مش هيتوقف عليها الربح تمام يبقى احنا متفقين قنوات الاطفال مستمرة ومش هيتوقف عليها الربح وما الايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان هو هيتم ايقاف الاعلانات الموجهة للطفل تمام اللي هي بتعتمد او بتستند الى بيانات المستخدر يعني خلاص مش هيجمعوا بيانات تانية عن الاطفال فبالتالي مش هيقدروا يظهروا لهم اعلانات موجهة ليهم فالاعلانات هتبقى جنرال ايه الاعلانات اللي هتظهر؟ اعلانات بتعتمد على الصياق او النطاق الجغرافي يعني انت في مصر يظهر لك الاعلانات بتاعة مصر انت في سوريا هيظهر لك اعلانات سوريا وهكذا. لكن مش هيظهر اعلانات موجهة للطفل. اللي مش فهم موضوع او موضوع جمع البيانات دي انا هقولها لكم بسرعة جدا انت لما تيجي تشتري موبايل جديد او حاجة وبتكتب على السيرش اه موبايل مسلا اه اس خمسين اي خمسين مسلا سامسونج اي خمسين. وكتبت الموبايل ده على السيرش بدأت بقى تدخل على اليوتيوب لقيت الاعلانات بدأت تظهر لك عن الموبايل اللي انت عايزه بقيت تخش على اي موقع تلاقي اعلانات موبايلات. طب هم عرفوا منين? هم جمعوا البيانات من خلال البحس من خلال آآ بحسك على اليوتيوب من خلال بحسك على الويب. فعرفوا ان انت مهتم بالموبايلات فبناء عليه بدأوا يظهروا لك على حسب اهتمامك. فده بالزبط اللي هيحصل مع الاطفال. هو مش هيظهروا الاعلانات الموجهة. والاعلانات الموجهة يعني بتبقى مربحة شوية. فارباح قنوات الاطفال هتقل. تمام? علشان كده هم ادلهم مهلة اربع شهور علشان يستوعبوا التغييرات اللي هتحصل. طيب هم هيعرفوا منين القناة بتاعتك موجهة للطفل ولا لا? اول حاجة انت اللي هتقول لهم القناة بتاعتك ما ازا كانت موجهة للطفل من عدمه. يعني انت قصانع محتوى ادرى واحد بجمهورك ومتابعينك. فهم هيعملوا نظام ما عرفش بقى هيبقى نظام بريد الكتروني او حاجة اعدادات جوه القناة. المهم انه هو هيسألك هل المحتوى بتاعك? هل المحتوى بتاعك موجه للطفل? او فيه قصر ولا لا. تمام? لو انت بقى حبيت تخدعهم او تجذب عليهم هيبقى فيه عقوبات. دي اول حاجة هيعرفوا بها. تاني حاجة طبعا فيه روبوتات وفيه خارزمات وحاجات اوتوماتيكية هيعرفوا من خلالها ما ازا كده المحتوى موجه للطفل ولا لا. وزي ما قلت لكم فيه اربع شهور يعني بداية من الفين وعشرين هيتم تطبيق السياسة بشكل فعلي. طيب ايه هي القنوات الموجهة للطفل زي ما قلت لكم? القنوات اللي بيظهر فيها اطفال وشخصيات معروفة لدى الطفل. لعب اطفال قصص آآ رسوم متحركة مشهورة. الابطال الخيالية بتاعة الاطفال الكرتون. المشاهد التمثيلية اللي بيظهر فيها الاطفال. سواء الاطفال مع نفسهم او آآ بيستعينوا بشخصيات كرتونية. كل الحاجات ديت هيتم وقف الاعلانات الموجهة فقط اليهم. ولكن كل الاعلانات التانية هتشتغل بشكل طبيعي جدا. دي اول حاجة. تاني حاجة سيتم ايقاف التعليقات. ما عادش هيبقى فيه تعليقات على قنوات الاطفال. وما عادش هيبقى فيه الاعجاب ومش الاعجاب. يعني تخيلوا. ولا هيبقى فيه آآ تعليقات ولا هيبقى فيه آآ اللي هي التبوتات او الزرارة بتاعة معجب ومش معجب. يعني هما من الاخر عايزين يقللوا التفاعل بشكل كبير جدا على المحتويات التابعة للاطفال. وكمان مش هيظهروا عدد المشتركين اللي موجود على القناة. واليوتيوب بينصح ان انت لو عندك اطفال آآ حولهم على يوتيوب كيدز اللي هو تطبيق يوتيوب كيدز. ده بيقول لك ان هو آآ يعني بيئة امينة اكتر للاطفال اللي هما تحت تلاتاشر سنة. وطبعا بيقولوا لمنشئ المحتوى لازم تطلعوا على القانون بتاع انتهاء خصية الطفل والكلام ده كله. انا سيب لكم رابط في الرابط ده هتخش عليه. هتقرؤ يعني مع الفيديو مع الرابط الكلام اللي موجود هتقدروا تكونوا فكرة اكتر من كده. ولكن دي كل آآ يعني اختصارا للتحديثات اللي هم قالوا عليها. آآ الناس بقى اللي هي آآ بتقول انا طب انا اكمل في القناة بتاعته القناة بتاعته موجهة الاطفال. والله انا ما اقدرش انصحك ولكن انت قادرة من اي حد هل انت حابب المجال ده او يعني هتحب ان انت تكمل فيه ولا لا. ممكن الارباح تقل شوية ولكن الارباح هتبقى موجودة. آآ بتمنى لكم الخير والسعادة دايما وبالتوفيق للجميع. اتوارد شارعوا الفيديو على آآ المنتهيات بتاعتكم. ولو في اي حاجة بولي في التعليقات. السلام.